اخبار من الحدف بعد تهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي روحاني مستعد لإزالة أجهزة الطرد الجديدة مقابل تعهدات الآخرين العراق قلق على أكبر مشاريعه للمرفأ ويحذر من فساد العصائب للاستحواذ عليه الإمارات تدخل نادي لقاحات كورونا وتعتمد سينو فارم الصيني الفعال بنسبة 86% تطيب وقاتكم مشاهدين ساعة مفصلة من الحدث والبداية من العراق حيث استأثرت حتجاجات السليمانية بالمؤتمر الصحفي لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني والذي أكد دعمه للتظاهرات السلمية شرط عدم الاعتداء على حقوق الآخرين واتهم برزاني أطرافا لم يسميها باستغلال الاحتجاجات في محافظة السليمانية وتحريف مسارها إلى العنف والتخريب وشدد برزاني على عدم السماح للمخربين بمهاجمة المؤسسات الحكومية وتغيير مسار التظاهرات لما له من ضرر على حقوق المتظاهرين مضيفا أن ما يحدث لا يخدم شعب كردستان وأوضح رئيس حكومة إقليم كردستان أن تخريب جميع مقرات الأحزاب الكردستانية من السلطة والمعارضة دليل على رغبة البعض القضاء على تجربة الإقليم وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في مسألة الرواتب بل بحقوقهم المخترقة منذ سنوات وفق تعبيره وكانت السليمانية شهدت احتجاجات على مدى أسبوع تخللتها أعمال عنف خلفت قتلى وجرحة من المدنيين وأفراد الأمن يجب أن نؤكد على ضمان واستمرار التجربة الفيدرالية في العراق وأن لا نسمح لأي شخص كان بتخريب تجربة شعب كردستان لا بد من توحيد مواقفنا وأن لا نسمح لأي شخص كان بأن يضعف إقليم كردستان أنا أطلب من الجميع أن نكون في جبهة شعب كردستان وأن نكون مستعدين لمد يد العون لبعضنا البعض خدمة لشعب كردستان وخدمة لوطننا وبلدنا وسوف يتوجه اليوم مساء وفدنا إلى بغداد للتوصل إلى اتفاق حول المستحقات المالية للإقليم وقد تباينت ردود الفعل الشعبية والسياسية في بغداد حيال احتجاجات السليمانية وفقا لصحيفة الشرق الأوسط فقد أكدت الفصائل المحسوبة على إيران أو القريبة منها دعمها المتظاهرين بخلاف مواقفها الرافضة أو الحراك الاحتجاجي في بغداد وباقي مدن وسط وجنوب العراق ورفض الرئيس العراقي برهم صالح والذي ينتمي إلى مدينة السليمانية والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رفض استخدام العنف ضد المتظاهرين وقال صالح في كلمة إن من حق المواطنين التظاهر سلميا للمطالبة بحقوقهم المشروعة خصوصا تلك المرتبطة بتأمين العيش الكريم لهم ويجب على السلطات ذات العلاقات تلبية هذه المطالب من جهاته أكد النائب أراس حبيب أن الاحتجاجات أثبتت بما لا يقبل الشك أن هموم ومشاكل وأزمات المواطن العراقي وحده وأضاف أيضا عن الحلول لهذه المشاكل والأزمات يجب أن تكون موحدة لكل العراقيين وإشارة إلى أن الوقت حان للتفكير جديا بأن الجميع في سفينة واحدة وأن أي خطر من شأنه أن يهدد الجميع كذلك دعم نشطو بغداد ومحافظات الجنوب وقادة حراك حركة الاحتجاجات في كردستان مؤكدين أن محركات الاحتجاج واحدة نتيجة التلازم في مسارات الفساد وسوء الإدارة في الإقليم والمركز وخلافا لمواقفها المتقاطعة مع حراك تشرين تنشط غالبية المنصات الإعلامية التابعة لبعض الفصائل والميليشيات والتابعة لإيران في تأييد احتجاجات كردستان في العراق أيضا أعلنت وزارة النفط العراقية تعرض حق الخباز النفطي في كاركوك لاعتداء إرهابي بعد تفجير بئرين نفطيين بعبوتين ناسفتين وقالت الوزارة أن فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الأمنية تقوم بعمليات الإطفاء والسيطرة على حرائق الأبار من أربيل ينضموا لنا أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كوية دكتور سربست نبي أهلا ومرحبا بك دكتور دكتور دعنا نتناول بداية هذه المشاكل التي يمر بها أقليم كردستان ربما والتحديات الصعبة التي تمنع وصول الأمن وحتى قد تكون ذريعة ربما لإثارة الفوضى تحدثنا بالأمس مع ضيف عزيز تحدث عن الواقع الذي يعيشه ربما تأخر الرواتب وانقطاع الرواتب لفترة طويلة العين على استقرار هذا الإقليم قد تشكل تحديات كبيرة إلى أي مدى يصل هذا التعقيد؟ شكرا جزيلا لا أحد يناقش في شرعية الاحتجاجات في أي مكان بخاصة في وضع مثل وضع أقليم كردستان حيث تفاقمت وتراكمت معاناة الناس نتيجة الأزمة المالية والخلافات السياسية بين أقليم كردستان وحكومة المركز وحكومة المركز ومعظم الأحزاب الآن تحاول ابتزاز حكومة الأقليم لمقدم الانتخابات فترة القادمة وتحاول أن استمزاج الشارع العراقي بإظهار مواقف ومزايدات بحق الهكوم وهذا يكون غالبا على حساب لقمة تعيش سكان الأقليم هذا الأمر مهم علينا أن نفهم السياق السياسي لهذه الاحتجاجات التي اتخذت طابعا منحرفا وقبلت بردات فعل منحرفة أيضا في الوقت نفسه الفئات الاجتماعية التي شاركت في هذه من الملاحظ أنها فئات عمرية ليست من أصحاب المصلحة المباشرة ليسوا ممن لديهم معاشات أو رواتب حتى يقوم بالاحتجاج هناك أيدي خفية غير ظاهرة دفعت بهذه الاحتجاجات إلى هذا الشكل المنحرف بالرغم من الاحتجاج وتظاهر هو حق طبيعي جدا من حقوق الإنسان حقوق مواطني الإقليم وعليهم أن يعبروا عن سخطهم إذا حكومة الإقليم أو أي جهة سياسية بطرق المشروعة والسلمية بحيث لا يلحق الأزى بالأملاك الخاصة أو العامة كما حدث في بلدات محافظة سليمانية هناك أمر بعض الجهات السياسية تصور إذا وصل الأمر بميليشيات الحجر الشعبي أن يصفقوا لمثل هذه الاحتجاجات وهم قابلوا المظاهرات في المدن بغداد وجنوبها بالقتل وبالقنابل وبالقذائف وكلنا أنا أتذكر هناك مئات من الشهداء والضحايا الذين قتلوا من المتظاهرين السلميين في المدن العراقية بيد هؤلاء الذين يعلنون تأييدهم لاحتجاجات التي حدثت في بلدات إقليم كردستان كما أكدت لكي الاحتجاجات هو حق مشروع لكن أن تتخذ طابعا منحرفا يتجى نحو الإضرار بمصالح العامة وتحاول من خلاله بعض القوى السياسية في بغداد ابتزاز حكومة الإقليم وتحديدا ابتزاز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في هذه المرحلة هي محاولة مريبة وغير شرعية لدي معلومات من جهات حول أيدي حتى لإطلاعات المخابرات الإيرانية في هذه الاحتجاجات في مدينة مثل مدينة شهرزور ظهر محتجون وقاموا بأعمال شغب ثم اختفوا وهم ليسوا من سكان المدينة هناك أسئلة مريبة تثير الريبة أسئلة تثير الشبا حول طبيعة ومظاهر هذه الاحتجاجات التي حدثت خلال هذه اليومين إقليم كردستان ليس هناك وقت يخلو من المظاهرات والاحتجاجات وأنا لا أبرح حكومة الإقليم ولست هنا بصدد دفاعا أي حزب من أحزاب الإقليم أنا أدرك حجم الفساد حجم الفشل التنموي الرئيس العراقي في حديثة عندما يتحدث على الاحتجاجات في كردستان وبغداد وجنوب العراق أثبتت أن هموم المواطن واحدة ولا بد من تولي مسؤولية السلطات ومن يقصد بالسلطات التي تتحمل هذه المسؤولية أنا أتفهم هذا الكلام العمومي الذي يصدر من شخص يشغل المنصب الأول في الدولة وهو في نفس الوقت عضو قيادي في حزب الاتحاد الوطن لا يستطيع أن يقول خلاف ذلك لكن أنا تعليقي هو الشكل المنحرف للإحتجاجات الطابع المنحرف الذي اتخذته هذه الإحتجاجات لا أحد وليس هناك حزب يعارض هذه الإحتجاجات لكن أن تكون هذه الإحتجاجات ذريعة لإضعاف الإقليم أو ابتزاز الإقليم سياسيا هذا هو الأمر المريب الذي يجعلنا نتحفظ قليلا ونفكر في الأياد الخفية التي تعمل وراءها وهل هي غير معلومة؟ هل هي غير معلومة؟ هناك معلومة هناك جماعات قريبة أعلنت عن تأييدها عن دعمها لمثل هذه الأسلوب للاحتياجات ومنها حركة أزادي أو بسموها حركة الحرية القريب من حزب العمال الكردستاني وأيدوا هذه الإحتجاجات وأيضا جماعة الإسلامية القريبة من إيران كومال هؤلاء لدي أنا أقولها هنا بصريح العبارة هذا لدي شبهة حول طبيعة التأييدة الذي أعلنوا هؤلاء لهذه الصغة من الإجاجات جزيلا لك وأعتذر هذا ما سمح به الوقت كنت معنا أستاذ الفلسفة السياسية من جامعة كوية الدكتور سربست نبي شكرا جزيلا لك دكتور شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك نبقى في العراق أيضا والذي يستعد لتوقيع صفقة بمليارات الدولارات مع شركة صينية وصفتها وكالة بولنبارك بالصفقة النادرة والتي ستحصل بغداد من خلالها على أموال النقدية تساعدها في ضائقاتها المالية مقابل أمدادات النفطية طويلة الأجل في الأثناء يعول العراق على استكمال بناء من الفاو الكبير لإنعاش اقتصاده الذي تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4 مليارات و 600 مليون يورو والمخطط العراقي يقضي بأن يكون الفاو واحدا من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشر على مستوى العالم وحذرت مصادر سياسية عراقية من صفقة فاسدة مجعومة من ميليشيات العصائب للاستحواذ على مناقصات استكمال ميناء الفاو والضغط على الشركات المنفذة ومنها شركات صينية وغربية أخرى ومساومات تجري داخل الأرواقة الحكومية الفاو وكبر هذا الميناء وانتظار العراق أيضا لذلك مع الزميلة هدير الربيعي هدير ربما هناك تفاصيل لابد من أن يعرفها العالم أنه هذا الميناء وقعت عليه كثير من المشاكل صحيح أسماء إذن سنوضح هذا الأمر بالتفصيل تقريبا الآن ميناء الفاو الكبير جنوب محافظة البصرة أحد أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشر على مستوى العالم وضع حجر الأساس لهذا المشروع عام 2010 بعد إنجاز ميناء الفاو ويعد إنجاز ميناء الفاو نقلة نوعية للعراق نظرا لأهميته الجيوسياسية في ربط العراق بالعالم وإنشاؤه سيغير خارطة النقل البحري العالمي ومن المحتمل أن يصبح أحد أكبر موانئ الخليج العربي حيث تتراوح طاقته الإنتاجية الابتدائية ما بين 20 إلى 45 مليون طن سنويا يستأثر بناء مشروع الفاو بعدة مراحل المرحلة الأولى التي بدأت عام 2010 كان من المفترض أن تنتهي عام 2014 إلا أن الحرب ضد داعش أخر إنجاز هذا المشروع حتى العام 2018 حيث وقع العراق اتفاقية مع الصين لاستكماله رئيس خلية المتابعة السابق للمشروع مصطفى سند كشف في لقاء تلفزيوني نشرته صابريني نيوز أن الشركة الصينية حصلت على قرض من حكومة بكين لتنفيذ المشروع على أن يقوم العراق بالتزديد تزديد قيمة المشروع طبعا بعد عشرون عاما هذا الأمر شكل نقلة نوعية بالنسبة للإقتصاد العراقي ووسط هذه الميزانية الضخمة للمشروع والمقدرة بملياري دولار التزديد سيكون طبعا كما ذكرنا على مدة عشرين عام بالتقصيد يعني أي معناه على شكل دفعات أمور هذا المبلغ عزز شهية الفاسدين للسيطرة عليها عبر شركات تابعة لها أيمناء الفاو تدخل على خط المناقصات ووفقا لهذه المعلومات أصبح مشروع الفاو الكبير الكعكة الدسمة التي تتصارع عليها الميليشيات والأحزاب في العراق مصادر سياسية أكدت أن ميليشيات عصائب أهل الحق استخدمت التهديد والترهيب لإرغام المشرفين على مناقصات المشروع بتلزيم المشروع لشركات تابعة لها وتحقق من خلالها أرباح طائلة المصادر أشارت أيضا إلى أن أحزاب أخرى وشخصيات سياسية نافذة دفعت رشا بمبالغ كثيرة للحصول على ما يسمى كاسر الأمواج الشرقي والغربي ضمن مشروع الفاو الكبير الذي يتألف من خمس مراحل وطبعا تنفذه شركات كبرى عراقية وأجنبية أسماء تعزيز شهية الفساد يعني فعلا كلمة تحمل معاني كثيرة نعم المبالغ علاقة صحيح أشكرك إذن ينضموا إلينا من لندن البحث السياسي العراقي الدكتور الطالب العواد أهلا ومرحبا بك دكتور طالب إذا ما تحدثنا أنها نقلة جيوسياسية في ربط العراق بالعالم إذا ما تحدثنا أنها نقلة في الاقتصاد بشكل كبير الآن وزميلة هدير أشارت إلى نقطة مهمة جدا أنه عندما تكثر الأموال أو يبدأ هناك نوع من الاستقرار تزداد معها شهية الفاسدين لا أريد أن أتشائم أو أنقل التشائم ولكن منما قد يكون التخوف أيضا تحياتي سيدتي لك ولمشاهدي قناتكم بالبداية دوضح مسألة تاريخية قبل هذا الحدث البريطانيين بعد دخولهم البصرة وراء 2003 يعني بال2004 أرادوا أن يعملوا ميناء الفاو كما صرحوا آنذاك شبيه بميناء ليفر بول البريطاني جابوا معدات ونزلت كارفانات للمهندسين لكن القوة والميليشيات المرتبطة بإيران يعني ضربت بشكل طبيع وباحة وضحايا من المهندسين البريطانيين وشالوا البريطانيين معداتهم وانسحبوا بالإضافة إلى ذلك تم اختيال رئيس الشركة الكورية الاستشارية قبل حوالي فترة زمنية ليس بالبعيد من قبل الميليشيات والميليشيات صرحت بشكل علني هي المسؤولة عن اختيالها طب ما الذي أعاد المشروع لقيد الحياة الآن؟ هل هناك ضمانات أن يستمر المشروع دون تدخل؟ بالتأكيد إيران لن تسمح بقيام هذا المشروع ملاحظة جداً مهمة في تقديره إجرد النزاعات والصراعات هو مشروع يراد به وهمي الحصول على مكتسبات وهمية كما حدث سابقاً بعقود وهمية لمصافي نفط يعني السيد المالكي وقع على عقد وهمي في الإعمارة مصفى نقطة بـ 37 مليارات ولغف المبلغ وذهب مع الريح أعتقد نفس المسألة هذه المجموعات الإرهابية أو المرتبطة بالمشروع الإرهابي تريدها تنفيذ صفقات ومعروفة صفقات والصين هل ستغامر بكل هذه المبالغ مقابل تكرار نفس التجربة؟ الصينيين جداً جداً أذكياء إذا ما يضمنون ضمانه أنه مع من يتعاملون مع من يتعاملون ولذلك الصينيين صرحوا بشكل واضح قبل فترة زمنية معينة عندما ذهب السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق قالوا نعمل بروتوكولات وليس عقود العقود نرى من الضرورة أن تنشأ مع هكومة مركزية قادرة على الحفاظ الأمن المعروف سيدتي وبكل العالم الاستثمارات تأتي عندما يكون الجو آمن العراق معروف الآن الجو غير آمن وغير سليم تدخلات الميليشيات تدخلات القوى المرتبطة بالمشروع الإيراني لن تسمح بأي مشروع لن تسمح أليست خسارة كبيرة للعراق دكتور طالب؟ الحديث عن هذا الميناء الكبير والذي بالفعل يعتبر نقلة جيو سياسية للعراق وربطه بالعالم انتعاشة كبيرة لاقتصاد العراق عودت سيادة العراق مسألة جدا صحيحة تتفضلين به لكن هؤلاء لا يهمهم العراق يعني على سبيل المثال هل الكهرباء يعني اللي عاجز على إنشاء الكهرباء هل هو قادر على إنشاء الباو الكبير أنا أعتقد والمواطن العراقي جري ويعرف بشكل ذكي أن هذه القوة لن تراعي مصلحة الوطن ولا مصلحة المواطنة بقدر ما تراعي الأجنبي مرتبطين بي بشكل واضح هناك الآن سيدتي الأتوات التي تأخذها العصائب عصائب الحق بالتحديد تأخذ أتوات بكل ناقلة وكل شاحنة تخرج من ميناء من ميناء قصر الآن الآن أتوات تأخذ وعلى مطول الطريق هذه الشاحنات تدفع أتوات لهذه العصائب وهذه الميليشيات أعتقد والمواطن العراقي جري ويعرف بشكل وتقرير السيدة لي الواضح أنه لا هناك مصلحة لهذه القوة أن يبنى العراق بشكل وبآخر المصلحة بالتأكيد تراعي المصلحة الإيرانية بذلك يعني إذا أنشئ ميناء الفاو ستكون علاقات دولية مع دول كالصين مع كل الدول العالمية إيران لن تسمح لأن تجارتها ستتوقف ومنتجاتها ستتوقف لذلك لن تسمح يعني بأي مقياس إيران تقيس هذه العلاقة إذا ما كانت علاقة مصالح فهي أيضا تستفيد لأنه إذا انتعش العراق اقتصاديا سيكون هناك تبادل سيكون هناك حركة تجارية مستمرة أم هي تريد الاستيلاء على الكعكة بكاملها بالكامل تريد خير دليل مسألة الكهرباء يعني الآن أكوة احتمال الأخوة السعوديين يدخلون على خطب إنشاء الكهرباء لكن أقول سلفا ستهاجم هذه من قبل هذه العصابات هذه الميليشيات ستهاجم أي مشروع يخدم المشروع العراقي سيدتي أختير رئيس شركة الكورية الاستشارية أختير في مركز عمله وهم صرحوا يعني كل العالم عرف من وراء الاختيار لذلك الإيرانيين لن يسمحوا أعيد هذه المسألة بأن ينهض العراق اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياسيا هناك مشهد أيضا مختل دكتور طالب ودعنا نتحدث فيه بمنتهى الصراحة الآن إذا ما تحدثنا عن حكومة تسعة ربما لإزالة عقبات كثيرة تقف في طريقها تصطدم بجدار تل والجدار أصبح هناك دولة عميقة داخل الدولة ونحن نتحدث عن الميليشيات حتى إقليم كردستان يعاني من المظاهر المسلحة ومن التخريب يعني صوت تحزن بالفعل كيف يمكن دعم هذه الحكومة كيف يمكن التخلص ولو حتى من لوب الفساد بشكل جزئي بالدعم من الداخل سيدتي سبق وانطرحت هذه المسألة يجب وبالضرورة على سيد الكاظمي يعتمد على مسألة كلش مهمة هي المؤسسة العسكرية ويكون الشعب في ظهره يعني بمعنى آخر يعتمد على ثوار التشرينيين والمؤسسة العسكرية الوطنية حتى يضرب بيد من حديد هذه القوى المنفلتة والخارجة على القانون إذا لم يعمل هكذا سنراه السيد الكاظمي سيدور في حلقة مفردة لأن هذه القوى لن تسمح لا بهذا الشكل لا لبناء عراق قوي ولا لبناء اقتصاد قوي في تاريخ العراق السياسي من تأسيس الحديث 1921 لحد الآن لم نسمع أنه رواتب ما فيه العراق كان أبعد قرية نائية يستلم راتبه كما أبو وغدان أنت تتحدث عن بلد نفطي دكتور طالب لا يخفى على أحد نعم بلد عنده إمكانيات عالية يعني بناء العراق كان في الخمسينات من البلدان اللي أسلوا مجلس العمار وهذه المشاريع الضخمة الاستراتيجية أسست خلال السنوات الطويلة إجوا دون مشروع واحد لأنه الحرامي واللص يعني أكون بصريحة العبارة أقول الحرامي واللص ليس لديه مشروع لبناء الحرامي واللص يعني سأتوقف عند هذه الكلمة التي تحمل معاني كثيرا وتفتحم لفات أكبر وأعتذر على ضيق الوقت أشكرك جزيلا الحديث معك لا يمل شكرا مجموعة لصوص ليس لديهم استعداد البناء لهذا البلد والبلد يعيش في دوامة من الآن الفقر والأمية والتخلف إلى آخره شكرا شكرا جزيلا لك على هذه يعني أعتبرها فضفضة اليوم الباحث السياسي العراقي الدكتور طالب العواد شكرا جزيلا لك نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل البرهان يرحب بانضمام الحركات المواقعة على السلام للجيش ويؤكد أن مجلس الشركاء لا يلغي دور التشريعي في لبنان ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار في صوف السوداء الدولار يضرب أرقاماً قياسية في التهام العملة اللبنانية هنا خلفي هناك مصرف بتم أحراقه هناك إصرار من جانب حزب الله على حرفي السورة باتجاهه للضغط على المصرف المركزي وتحميله وحده المسئولية فيصر ربما المحتجون على موضوقة الطرق في لبنان هل الحكومة تسير في وادن والاحتجاجات في وادن آخر؟ المطلوب هو أن تستعيد الدولة حضورها الشعب هالطبقة السياسية ضحكت عليه كل لبنان جعل لاش تكسير ما الذي يضمن أن هذه الأموال لا تهرب إلى الخارج؟ لن نسكت عن تحميلنا وزر سياساتهم التي أوصلت البلد إلى الكارثة علينا أن نقرأ أننا أمام ثورة جياحة ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد أكد جاك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب جو بايدن أن الإدارة المقبلة تريد إعادة إيران إلى الصندوق من خلال الرجوع إلى الاتفاق النووي وإجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية سوليفان أبدى استعداد الولايات المتحدة لاحترام شروط الاتفاق الموقع عام 2015 مضيفا أنه ممكن وقبل للتحقيق علما بأن العودة للاتفاق تعني رفع العقوبات عن طهران لتمهيد الطريق أمام متابعة المفاوضات حول قضايا أوسع هذه التصريحات رد عليها الرئيس الإيراني حسن روحاني والذي أبدى استعداده سحب أجهزة الطرد المركزي والتي توضع في المنشآت النووية في حال التزام الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي حسب قوله لقد قلنا دائما أننا نقوم بأشياء نووية يمكن عكسها قد نبدأ بعشرة ألاف جهاز طرد مركزي ولكن متى أردنا يمكننا إيقاف تشغيلها جميعا اليوم قد يتم تشغيلها بعد ساعة أو نصف ساعة قد يتم تشغيلها إذن هذا قابل للعكس ثانيا عندما تفي مجموعة خمسة زائد واحد أو أربعة زائد واحد بجميع التزاماتها سنعود إلى جميع التزاماتنا أيضا روحاني قال أيضا أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع بلاده سهلة جدا وتتمثل بتوقيع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على ذلك وإذا تمت تلك الخطوة سوف تعود طهران إلى التزاماتها في الاتفاق بسرعة وسهولة يمكن للرئيس القادم إحضار قطعة جميلة من الورق والتوقيع إنه يحتاج فقط إلى توقيع ثم سنعود إلى حيث اعتدنا أن نكون إنه أمر سهل يمكن أن يتم ذلك على الفور من بيروت ينضمنا الكاتب الصحفي سام من السهل ومرحبا بك أستاذ سام أستاذ سام هذا كانت تخوف منذ البداية أهلا ومرحبا كل المعطيات والباب المفتوح الذي ترك لإيران أوصلها إلى أن تفاوض من الباب العالي من المركز الأعلى من المرتبة الأولى الآن هي تمتلك أجهزة طرد مركزي تمتلك مواقع لا تعلم عنها الوكالة شيء تستمر في التخصيب وبنسب عالية جدا هناك تخوف ربما الآن ستزداد رقعة الحرب في الشرق الأوسط بضغوط إيرانية مقابل هذا الملف ومقابل رفع العقوبات تخوف أكبر إدارة بايدن وما تقبل عليه إدارة بايدن ليس بالضرورة يعني نعود أو نكرر حقيقة في كل مرة ما ذكرناه سابقا أن إيران لا تزال تلعب اللعبة ذاتها بمعنى أن إيران تريد بيع جلد الدب قبل أن تصطد وهذه السياسة اعتمدتها مع إدارة أوباما في السابق وتهدد بيعني هي تقول أنها لن تصل إلى قنبلة نووية لأنها لا ترغب بالوصف بينما كل التصريحات وكل التصرفات وكل الأداء الإيراني سواء من روحاني أو من المتشددين إذا كان هناك فرق بين المتشددين وبين روحاني هو نوع من اللعب اللعب حيث إيران اليوم تعتقد أنها قادرة باستعمال هذه الكلمة أو العبارة التي تقول أن بايدن يستطيع أن يجلب ورقة بيضاء وأن يوقع عليها وكأن الوليات المتحدة تعمل في السياسة على غرار ما تقوم به إيران في السياسة وكأن شخص واحد يقرر هناك متغيرات يا سيدتي متعددة على المستوى الداخلي في إيران على المستوى الحاصل في العالم العربي وعلى مستوى الأداء داخل الوليات المتحدة الأمريكية من الصعب جدا وعلى الرغم من تصريحات الرئيس بايدن المتكرر اللاسيما في المقابلة التي أجرها مع توماس فرين ووكتامز مؤلقنا إضافة إلى كلام سويبر صحيح الوليات المتحدة ترجع أو تراغب بالعودة إلى الاتفاق النووي إنما هذا لا يعني أن هذه العودة هي عودة إلى الشروط نفسها إلى الاتفاق النووي نفسه دون دخول بالمفاوضات تؤدي أولا إلى الاتزام إيراني واحد اثنين إلى تعديلات وهذا واضح وتحدث عنها أكثر من مستشار للرئيس بايدن في الإدارة القادمة المرتقبة أنها تريد تعديلات سواء على مستوى المدة ثانيا على مستوى الالتزام ثالثا على مستوى الموضوع الأكثر تعقيدا وصعوبة والأكثر والذي تتمسك به إيران أكثر من الاتفاق النووي هو موضوع الصواريخ الباليستية والصواريخ الدقيقة التي باتت نعم أستثم هناك سؤال يطرح نفسه حتى وإن لم يتم تطوير هذه الصواريخ الباليستية داخل إيران هي نقلت المدرسة برمتها إلى خارج إيران من خلال أذروحها إذا ما أخذنا اليمن على سبيل المثال الصواريخ مفككة ومجزئة تركب في لبنان نفس القصة هناك معامل خاصة بحزب الله يعني لم تعد إيران بحاجة إلى الداخل الإيراني بقدر اعتمادها الآن على أذروحها وكلها بالخارج هذه سياسة أصلا معتمدة قبل الصواريخ يعني إيران نقلت المعركة دائما إلى خارج إيران وهذه سياسة إيرانية استراتيجية واضحة ومعلن عنها دائما تقول إيران أنها لا تريد أن تصل المعركة إلى داخلها لا بل بالعكس تماما بمعارك أكثر من معركة واحدة وعلى أكثر من جبهة حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها باعتقاء به يعني بهذا هو المنطقة الإيرانية السائلة اليوم موضوع الحوار الذي نتحدث عنه الآن هو عودة بايدن إلى الاتفاق النووي أم عدم عودته إلى الاتفاق النووي صحيح بايدن سوف يعود إلى مفاوضة إيران وهذا أيضا كانت سياسة دونالد ترامب التي قاد نحن على استعداد لمباشرة مفاوضات دون شروط مع الإيرانيين إنما المفاوضات شيء والعودة إلى المفاوضات شيء يعني عودة إلى المفاوضات شيء وعودة إلى الاتفاق الإيراني شيء آخر مختلف تماما من الصعب جدا 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 أن تعود الساعة عقارب الساعة إلى الوراء وتعود إلى العام 2015 بأسباب متعددة كما ذكرت منها إيراني ومنها إقليمي ومنها أمريكي أيضا لكن بالنسبة لإيران الساعة تقدمت كثيرا جدا أستاذ سام إذا ما تحدثنا عن زيادة التخصيب امتلاك مواقع جديدة أجهزة طرد مركزي والمجرب لا يجرب نحن نتحدث عن سلطة تعودت دائما تصدير المعلومة وهي تنفذ سيدتي ليس بالضرورة كل ما تعلن عنه إيران هو حقيقي وواقعي إيران أعلنت سابقا عن محاولات إطلاق أقمار صناعي أعلنت سابقا عن إطلاق صواريخ من متطورة ومتطورة جدا يعني بالنهاية إيران تلعب على العلاقات العامة وعلى الدعاية وهذا لأسباب داخلية إيرانية أكثر منها أسباب متعلقة بالخارج بمعنى أن النظام الإيراني يعرف أن الأوضاع وحتى أمنيا حتى أمنيا أخيرا كما ظهر شكرا جزيلا وأعتذر اللقاء شيق جدا وفي كثير من المعلومات لكن الصوت غير واضح والتغطية غير جيدة من بيروت كنت معنا الكاتب الصحفي سام منسة شكرا جزيلا لك أستاذ سام قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان إنه ليس لمجلس الشركة أي سلطات في الفترة الانتقالية ولا يلغي دور المجلس التشريعي ورحب البرهان بانضمام قوات الحركات المسلحة للجيش السوداني وقال إن السلام أحد أهم أهداف الثورة وما تحقق يجب المحافظة عليه وتعهد البرهان ببناء جيش سوداني قومي وجدد الدعوة للقائدين القائدين عبدالواحد النور وعبدالعزيز الحلو للانضمام للاتفاق السلام مؤكدا أن البلاد في حاجة إليهم ترجمة نانسي قنقر أصيب أكثر من عشرين شخصاً في الجولان المحتل جراء مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي أطلقت عليهم الرصاص المتطي والغاز المسيل للدموع فيما اعتقلت آخرين حيث كان أهالي قريتي مجد الشمس ومسعد المحتلتين نفدوا احتجاجاً على مخطط إسرائيلي لإقامة توربينات هوائية عملاقة في أراضيهم وأعلن أهالي القرى إضراباً عاماً فيما كانت القوات الإسرائيلية أغلقت عدداً من المداخل الرئيسية لقرى الجولان المحتل في سوريا أيضاً قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية شنت هجوماً صاروخياً على قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري في ريف الحسك الشمالي وأضاف أن القصف شمل مناطق في محيط أبو راسين ما أدى لإضرار المادية دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة مع تزايد القلق عربياً من إثر أو من أثر التدخلات الإقليمية على وحدة سوريا تجري أطراف عربية عدة وقوى سوريا معارضة مشاورات حتيثة للعمل على تعزيز الدور العربي في سوريا ومواجهة النفوذين الإيراني والتركي تأتي هذه الجهود العربية في وقت باتت تركيا تسيطر عبر فصائل موالية أو بالشكل المباشر على أكثر من 10% من مساحة الأراضي السورية فيما تعمق التغلغل الإيراني أو تعمق التغلغل الإيراني تحت غطاء روسيا أو بالتحالف مع نظام الأسد في جنوب سوريا وشرقها كما تم إبلاغ روسيا ملاحظات حول عدم وفائها بالاتفاق المبرم قبل عامين والقاضي بإبعاد ميليشيات إيران عن جنوب سوريا مقابل عودة قوات النظام وتخلي حلفاء المعارضة عن فصائلها نشرتنا مستمرة في بعض الفاصل عشية قمة أوروبية قد تفرض عقوبات على تركيا أردوغان يقول أن الأوروبيون غير صادقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد تبحث قمة الاتحاد الأوروبي المقرر إنعقادها في العاشر والحادي عشر من ديسامبر الحالي قائمة عقوبات محتمل على تركيا بهدف حثها على تقديم تنازلات في نزاع الغاز مع اليونان وقبرص بمنطقة شرق المتوسط وكان وزير الخارجية الفرنسي جاني فيلودريان أبلغ نظيره التركي مولود جاويش أغلو بأن استئناف العلاقات البناءة مع الاتحاد الأوروبي مرتبط بتوضيح أنقرة مواقفها بشأن موضوعات عدة لا بل شرط أساسيا لهذه العلاقة على حد تعبيره عشية القمة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العقوبات لن يكون لها أثر كبير على بلاده أردوغان صعد مع الاتحاد الأوروبي وقال أنه سيواصل الدفاع عما أسماه حقوق بلاده في شرق المتوسط مبدياً الاستعداد في الوقت نفسه للحوار مع دول الاتحاد التي اتهمها أيضاً بعدم الصدق والالتزام بالوعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ينظم أولينا من لندن الأكاديم ودير موقع أحوال تركيا أستاذ غسان إبراهيم ألان ومرحبا بك أستاذ غسان أستاذ غسان الاتحاد الأوروبي وهذه القمة واجتماع أو اتفاق أوروبا ربما والذي ينتظر كثيرا جدا تصريحات وزير خارجية اليونان والتي قال فيها نصا أن تركيا مؤذية بالنسبة أو سلوكها يعتبر سلوك مستفز ربما هذه العقوبات التي من المتوقع أن تفرض وهي وقف حال تركيا يعني إغلاق موانئ بوجه تركيا موانئ لها قطع غيار أصلا تتعامل معها تركيا بنوك ممولة أيضا لتركيا كل هذه العقوبات ألا تكسر ظهر تركيا اقتصاديا وتغير سياسة أردوغان على الأقل بالتأكيد يعني شكل العقوبات التي قد تفرض تحدد مدى رغبة الاتحاد الأوروبي أن يرسل رسائل حقيقية ذات جدوى لأن أردوغان تبين أنه خلال السنوات الماضية لم تنفع معه الدبلوماسيا لطالما كانت رسائل تهديدية رسائل تحذيرية من الأوروبيين لم يتجاوب معها لأنه كان يرها لا تؤثر بشكل عملي على اقتصادي اليوم الكرة في ملعب الأوروبيين الأوروبيون قادرون اليوم على اتخاذ موقف هذا الموقف يحدد حجم تراجعات أردوغان إن كان هناك موقف بحضر الأسلحة على تركيا هذا سوف يكون مؤلم جدا لصناعة الأسلحة في تركيا إذا كان هناك عقوبات اقتصادية على صعيد القطاع البنكي هذا أيضا سوف يكون أزمة لليرى التركية التي هي منهارة بطبيعة الحال إذا كان على صعيد التبادل التجاري سوف تكون ضربة قاسمة حقيقة للإقتصاد التركي لأنه بطبيعة الحال الصادرات التركية اليوم هي بأدنى أرقامها مقارنة بالسنوات الماضية والتبادل التجاري ما بين تركيا وأوروبا هو الرأم الأول والأساسي الذي يحدد القدرة الصناعية التركية على الإنتاج فالأسواق الأوروبية هي السوق الأساسي بالنسبة لها فبالتالي الموقف الأوروبي سوف يحدد مدى تراجع أردوغان إن كان هناك عقوبات رمزية فبالتالي أردوغان يحاول أن يقول لشعب وهناك نقطة تضاف إلى ذلك أيضا أستاذ غسان وهو السؤال يطرح هل هناك إجماع أوروبي الآن على فرض هذه العقوبات على أن سلوك تركيا مستفز؟ يعني هناك إجماع بنسبة كبيرة ولكن حتى الآن لا يمكن أن نقول هناك إجماع مطلق هناك إيطاليا وإسبانيا تقوم بإدانة تركيا بالمليارات الديون التركية من إسبانيا تعادل 60 مليار دولار فالإسبان دائما يحاول منع العقوبات خشية من انهيار اقتصاد تركيا وبالتالي عجزها وإفلاسها عن دفع الديون إيطاليا أيضا بين 20 إلى 30 مليار دولار بالنسبة لألمانيا أيضا التي لطالما تدافع عن أردوغان لأن لديها علاقة تجارية تقدر بـ 30 مليار دولار فبالتالي للأسف البعد المالي يجعل هذه الدول الثلاث تتردد ولكن هل سوف تتردد هذه المرة؟ لأن الأمر لم يعد مجرد تجارة الأمر أصبح يهدد أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي ككل فبالتالي الجميع أعينهم اليوم على ألمانيا ألمانيا قادرة أن تقنع الجانب الإيطالي والإسباني بالذهاب إلى عقوبات وألمانيا أيضا قادرة على منع فرنسا واليونان وقبرس من التوجه نحو تشكيل عقوبات حقيقية فبالتالي الصراع الأوروبي والبيت الأوروبي لديه مشاكل داخلية هذه المشاكل استفاد منها أردوغان للعب عليها خلال السنوات الماضية واستفاد أيضا من إدارة الأمريكية التي لم تكن تمارس أي ضغط لا على أردوغان ولا على الأوروبيين من ناحية فبالتالي كانت قد يكون هذا ما يقوي موقف أردوغان ويجعله يتحدث بلغة التحدي أنه لا يبالي بهذه العقوبات وسيستمر من حقه أن يدافع عن مكتسبات تركيا هل الآن أنه موقف إيطاليا وألمانيا وأسبانيا والمصالح المالية أو حتى تراكم الديون من الممكن أن يكون بفعلا النقطة يركن عليها الآن هو لطالما اعتمد على هذه النقاط الأساسية هذه الدول الثلاث كانت عمليا الدول التي كانت تكبح أي عقوبات فلذلك كان يشعر بالقدرة على إزعاج اليونان يشعر بالراحة بالتدخل في الانتخابات القبروسية الشمالية ويضع رئيس وزعيم موقفه من موقف أردوغان فبالتالي استغل هذه الأمور ولكن اليوم لدينا إدارة أيضا أمريكية جديدة لا تكون الصداقة لأردوغان وربما سوف تقف وتدعم الاتحاد الأوروبي وتحثه على أخذ موقف وإصدار عقوبات ولسيما أن الكونغرس الأمريكي أشار في مسودة مشروع التسليح الأمريكي أن هناك حزمة من العقوبات على تركيا فمجرد وصول بايدن أعتقد إن كان هناك عقوبات مؤلمة فبالتأكيد لن تأتي حتى وصول بايدن لتتبلور رؤية أوروبية أمريكية مشتركة لذلك أردوغان سوف يستغل هذه الأيام الأخيرة والأشهر الأخيرة لتحقيق أكبر قدر ممكن من مكاسب بإزعاج الجيران بالتدخل في المتوسط برفع صوته والتهديد للأوروبيين ولكن مجرد أن تأتي الإدارة الأمريكية الجديدة وتضع سياستها سوف يشاهد التراجع الحقيقي بالموقف أردوغان ومحاولاته استجداء التفاهم مع هذه الدول بدلا من تهديدها شكرا جزيلا لك على هذا الإضاح كنت معنا من لندن الأكاديمي ومدير موقع أحوال تركيا أستاذ غسان إبراهيم شكرا لك أستاذ غسان وأتى قرر تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة سينو فارمسي أنبي جي الصينية وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة والتي أجرتها الشركة حيث أظهرت فعاليته بنسبة 86% أو بالمئة ضد الإصابة بالفيروس وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه الجدير بالذكر أن الوزارة قد قررت في سبتمبر الماضي توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بفيروس كورونا تعرضت ما تسمى بطائرة القيامة والتي تعتبر وسيلة أساسية لنقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مكان آمن في حال نشوب حرب النووية تعرضت للسرقة وذكرت صحيفة The Guardian أن لصوصا سرقوا 39 قطعة من معدات اللاسلكي من داخلها هذا وعثرت الشرطة على حذاء وبصمات أصابع على متنها ترجمة نانسي قنقر الأخبار من الحدف بعد تهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي روحاني مستعد لإزالة أجهزة الطرد الجديدة مقابل تعهدات الآخرين العراق قلق على أكبر مشاريعه للمرفأ ويحذر من فساد العصائب للاستحواذ عليه الإمارات تدخل نادي لقاحات كورونا وتعتمد السينوفار والصيني الفعال بنسبة 86% شكرا لكم على حسن المتابعين ما كنتم دائما في حفظ الله وأمانه أمانه إلى اللقاء